وده عامل من العوامل اللي ممكن تخلي حد من أولادنا يبقى عنده هوس للشهرة على السوشيال ميديا مشكلة التريند على فكرة بتربي جوانا وجو أولادنا إن قيمة الإنسان بشهرته وإن قيمة الإنسان باللايك وقيمة الإنسان بالمشاهدة وده معيار فاسد لحياة الإنسان كلها تخلي الإنسان في الحقيقة وما لهش أي وظيفة مجتمعية بل ما لهش أي وظيفة أسرية بل ما لهش وظيفة إنسانية مع نفسه عارف لما واحد يحس إنه هو ممكن يتقله كده إن أنت ممكن تجيب فلوس من لا شيء من خمس دقيقة أو عشر دقيقة تعمل فيها فيديو هو ده اللي بيحصل وعشان كده لا لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معايير تانية لقيمة الإنسان منها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس مش خير الناس من يتلعبون بالناس ويحركون الناس ويؤثرون في الناس تأثيرا سلبية وبرضو حضرة النبي اللي قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون وحضرة النبي برضو اللي قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهو بيحذرنا من الشهرة والسعي إليها وأثرها على قلوبنا فرأى سيدنا أنس رضي الله عنه وكأنه بيقوله أنت عارف الشر اللي يجي لك من وراء الحكاية دي يكفيك أن أنت تكون أشر خلق الله حسب من الشر إلا من عصمه الله أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياه يلا يا سيد أخو ده أن الناس تشاور عليه في دينه ودنياه والأمر التاني والحاجة بقى التانية اللي شوية أنا أنا على مستوى الشخصي يعني مش قادر أنا مش قادر أفهم إزاي حصلت كده تعالوا نسمع الكلام دوت هو كلام تقيل على القلب بعد هوس الشهرة حصل حاجة مش بقت عندي طائفة من الناس بقت عندي طائق بقت عندي أغلبية أولادنا بقى عندهم حاجة اسمها إباحة الذات يعني إيه إباحة الذات وده أسوأ تأثير بيحصل لما تنتشر بعض أنواع التريندات إنه يخلي أولادنا تتعلم إباحة الذات مش بقوا يتكلم عن الأفلام الإباحية الجنسية لأن ذاته تبقى مباحة يعني يحسوا إنه عادي يبيحوا ذاتهم وأسرارهم ذاتهم يعني إيه؟ عادي إنه يتكلم عن أسراره عادي إنه يتكلم عن علاقاته عادي إنه يتكلم عن أسرته عادي أنه يقول أنه بيدرب أخوه على أفاء أنا آسف يعني عادي أنه يقول أي حاجة في أي حتة في أي شيء بدون أي حواجز وأي أسرار ويتخلوا عن قيامهم على السوشال ميديا مقابل الشهرة ولذلك أنا ما قلتش إباحة الجسد أنا بقول إباحة الذات فتبقى ذاته عبارة عن إيه؟ هو ده عين تسليع الإنسان هو حول ذاته إلى سلعة يبعع لمن إيه اللي ما يشتري الناس في التعبير مصر بيقول إيه اللي ما يشتري يتفرج ويحسوا أنه ده عادي ما هو ناس كتير بتعمل كده عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ربانا على لا تكن إمعا تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا فطبعا في الأهالي للأسف في بعض الأحيين بتغرس إباحة الذات في أولاده لما بيستغلوا أولادهم في فيديوهات ويوميات يعرضوا فيها نفسهم وحياتهم عشان يحصلوا بكم المشاهدات ويحصلوا بيه مكسب مادي وسهل وسريع شفتوا أنتوا لما حد يجيب ابنه ويهينه أو يتريق عليه أو يسف عليه زي بتعبير الناس أنا شايف إن دوت أنا آسف يعني أنا بطل من التشريعات إن هم يتعاملوا مع ده على إنه استغلال سلبي للأولاد وما فيش مانع إنه يتحط في جرائم الاتجار في البشر لو إن الشخص ده حقق ربح بوصم طفل أو إهانة طفل أو التلاعب بحياة طفل أو إنه يخلي الطفل دوت معرض لإن حياته تتدمر إخلاقيا أو تربويا أو إنسانيا أو اجتماعيا لما يرسم الولد دوت بإنه والعياذ بالله غبي أو إنسان بيتضحك عليه أو إنسان بيتعامل معه أشياء مش مناسبة أخلاقيا ويطلع يقول على ابنه كده ويطلع يقول على صديقه كده ويطلع عم الأتنين يقولوا كده